حصاد العالم من غرفة أخبار رابعة معيانة فالح ماجدي أهلا بكم بعد أن أراد حضره وهو رئيس مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب ينضم إلى تيك توك قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها في تشرين الثاني حيث نشر مقطع فيديو على حسابه ظهر فيه وهو يحيي الجماهير في مباراة ضمن بطولة في رياضة فنون القتال المختلطة في نيويورك انقطاع للتيار الكهربائي في معظم أنحاء أوكرانيا بعد يوم من شن روسيا هجمات واسعة النطاق بطائرات مسيرة وصواريخ على البنية التحتية للطاقة ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أدى اليمين نائبا للأمير وذلك أمام أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح جاء ذلك بعد يوم من أمر أصدره أمير الكويت بتزكية الشيخ صباح الخالد رئيس الوزراء الأسبق وليا للعهد قبل يومين من انقضاء الفترة القانونية للترشح الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمد نجاد يقدم أوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في إيران المزمع خوضها في 28 من الشهر الحالي مصحوبا بأنصاره الذين لوحوا بالأعلام الإيرانية وهتفوا تأييدا له حصاد العالم انتهى نلقاكم في حصاد آخر إلى اللقاء اشتركوا في القناة